اشتركوا في القناة وعموم فلسطين للوقوف عند آخر المستجدات من تطورات لردود الأفعال السياسية وكذا التطورات تقول الميدانية السعد إذن بأن يكون معي في البلاطو كلا من الدكتور عدلان زروق أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر ثلاثة مساء الخير سهلا ملكم مساء الخير وهنا بك شكرا جزيلا وأيضا يخطر معنا الدكتور رائد ناجي المحل السياسي أهلا بك دكتور أهلا وسهلا بكم مساءكم عزة وغزة إذن قبل أن نستهل هذا النقاش نتابع الآن مسجدات الحراكة الطلابي الحاصل في أوروبا وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية والمندد بالعدوان صهيوني على غزة طيلة سبعة أشهر الماضية نتابع هذا التقرير لملكة سحقي انتفض طلاب الجامعات عبر العالم مؤيدين للقضية الفلسطينية ضد إجرام الصهاينة وبشاعة المشاهد التي لم تتمكن قنواتهم هذه المرة من تحريفها شرارة الاحتجاج التي بدأت من جامعة كولومبيا سرعان منتشرت كالنار في الهاشيم إلى باقي جامعات العالم طلاب الجامعات من الجيل المتحرر من القيود والضغوطات السياسية وإغراءات الرشاو المالية التي يدفعها اللوب الصهيون للشخصيات السياسية النافدة لتبني رواياته البلدة مست مطالبهم عمق القضية الجامعات التي تشكل قلاع العلم والوعي طالبت بوقف إطلاق النار في غزة والحرية والاستقلال لدولة فلسطين بل وتعدت إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم الصهاين في حربهم على غزة السلطات لم تتبنى الموقف المتحضر الذي لا طالما سوقت له الدول الغربية حول حرية التعبير واحترام الديمقراطيات بل سارعت إلى قمع المتظاهرين والقبض على مئة الطلب في حرم الجامعات الأمريكية وغيرها وأصر الطلاب على مواقفهم فطرد البعض منهم فيما اعتقل البعض الآخر اللافت في أمر احتجاجات الطلبة كونهم من طلاب النخبة التي تضم أشهر وأعرق جامعات العالم هكذا ذهبت أموال صهاين سودان مبالغ بالمليارات تلك التي أنفقها اللوب الصهيوني على جامعة كولومبيا التي يتخرج منها أعضاء كونغرس وقادة أمريكيون ببرامج إعداد القادة على مقاس الصهيونية وأفكارها المتطرفة لكن المفاجأة كانت احتجاجات طلابية غير مسبوقة وهنا يعصف التغيير بفئة الشباب في العالم الغربي لصالح قضية إنسانية عادلة تراجعت فيها أسطورة اللوب صهيوني أمام صمود أسطوري للشعب الفلسطيني وتغلب الدم الفلسطيني على مدافع دبابات الميركافا بل وتعداه إلى قهر حتى حلفاء العالم وجبابرة هذا الزمان في عقر الديار إذن أمام هذه المستجدات أبدأ معك دكتور رائد ناجي هل تعتقد بأن قمع الاحتجاجات الطلابية وممارسة العنف عليها وعلى نشطها هو الذي جعل هذه الاحتجاجات تزيد زخما وتتوسع رقعة ناقل جغرافية؟ طبعا في مقولة معروفة جدا إذا أردت شيء أن ينتشر فاقمحوا بمعنى كل ممنوع مرغوب طبعا هذه القاعدة ربما تتجلى اليوم في جامعة كولومبيا جامعة كولومبيا بالأول كانت مسيرة احتجاجية عادية جدا كأي مسيرة عادية في هذا العالم يناصر قضية فلسطينية أو يناصر على الأقل الجانب الإنساني في القضية الإنسانية واغتيال وتدمير في داخل تغزة وفي فلسطين لكن مديرة الجامعة قامت بالاتصال بالجامعة وهي طبعا من أصول عربية بين قوسين هذه المديرة والتي قامت بالاتصال بالأمل لقمح حول الطلبة سرعان ما تضمن جامعة جرجو واشنطن مباشرة مع الجامعة كولومبيا ثم انتشرت الجامعة ميتشيغين وباقي الجامعات الكبيرة جدا طبعا هذا الموضوع هو الذي أحدث هذا اليوم الزخم وهذا التضامن ثم سرعا منتقلت إلى إيطاليا بريطانيا على التوالي وفرنسا ثم انتشرت إلى أمريكا اللاتينية وباقي الدول أوروبا والتي أصبحت اليوم زلزالا يهدد طبعا دول أوروبا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ثم بعدها الاحتجاج توسعت أكثر عندما قامت السلطات الأمريكية بين قوسين وهنا أصبح فيه تناقض كبير جدا وهذا المنحان خطير بالنسبة للوات المتحدة الأمريكية وحتى للاتجاه الغربي في هذا الصدد طبعا لماذا طبعا أولا أن هذه الاحتجاجات عندما قامت أولوات المتحدة الأمريكية بقمح هذه المظاهرات سرعان طبعا انضم أباء هؤلاء الطلبة بل أن من الأمريكيين يقول أني فخور بابني أو ابنتي التي تشارك اليوم لرفع الضم عن فلسطين فبالتالي إذن استمرت فأصبحت هناك احتجاجات حتى للأباء والدائمين هذه نقطة النهان الثاني وهو مهم جدا أن هذه الجامعات الكبرى في العالم هي طبعا التي تخرجت منها النخبة وهنا سأعود إلى النخبة وأخصص فيها النخبة بمعنى آخر نخبة سياسية بالنسبة للأمريكية يكفي أن نذكر اليوم أن جون كيري جانيت وزيرة الخزانة الأمريكية حتى هذا بلينكين يعني معظم مستشاري بايدن من هذه النخبة بمعنى آخر أعود إليك أني قليلا أعرج إلى علم الاجتماع قليلا أو ربما بورديو الذي يتكلم عن الهابيتوس أو إعادة إنتاج النخبة لصالح الرأسمالية طبعا عندما تحدث هذا في علم الاجتماع الفرنسي اليوم طبعا النظام الأمريكي وحتى اللوبي كما رأينا في التقرير عندما تقول أنه صرف الملايير على جامعة كولومبيا نعم من أجل إعادة إنتاج النخبة لصالح من؟ لصالح نظام الرأسمالي والإمبريالي والصيلة الدائمة للصيونية فبالتالي اليوم نتحدث عن مستويات علم الاجتماع في داخل هذه الجامعات وإعادة الإنتاج وبالتالي إنتاج لمن؟ هو ليس إنتاج متفرد أو إنتاج مستقل وإنما إنتاج يكون ضمن النخبة وبالتالي تكسير نظرية تعاقب الأجال باتجاه جيل واحد موحد متصل نحو الإمبريالي يعني هذا هو الأصل اليوم عندما تأتي هذه الاحتجاجات تقوم بتكسير إعادة يعني بمعنى آخر نظرية بورديو تكسير لإعادة النخبة وبالتالي يخرج اليوم صوت آخر على غير ما تريده النخبة بمعنى آخر رسم كل وار معين لأن نخب النخب الطلبية التي تتخرج لأن تكون ضمن نظام رأسمالي أو نظام داعم لهذا الصيوني فتأتي هذه النخب لتكسر هذا المصار الذي مرسوم في إعادة إنتاج النخب اليوم في داخل الطلبية من أجل هذا من أجل الأنظمة الغربية وتذهب باتجاهات أخرى وبالتالي هذا مؤشر خطير جدا بالنسبة للطنطح الأمريكية أنه بمعنى آخر فشلت اليوم نقول أن الاحتجاجات الطلبية أفشلت إعادة وصياغة إنتاج النخبة ممتاز جدا دعني أنتقل من هذه الفكرة للدكتور عدلان يعني ما الذي تقدم منصورة إعلامية لهذه الاحتجاجات التي بدأت من جامعة كولومبيا وانتشرت الآن في أكثر من دولة أوروبية والآن تحولت إلى اعتصامات مفتوحة أمام الجامعات بداية الأمر احتجاجة أنها كانت في بداية الأمر في جامعات كولومبيا نعم في جامعة كولومبيا بالنسبة للأمريكي نعم أكثر من ثمانين مؤسسة خاصة بدولة كولومبيا كانت معظم طلابها مع الأساتذة دال عدة وقفات احتجاجية وكذلك تم تسجيل أكثر من مائة وعشرون منظمة جامعية التي تضم كل من الأساتذة الجامعيين والطلبة قاموا بالاحتجاج ضد الإبادة الجامعية التي يعيشها سكان وأفراد غزة وهذا ما سجل كذلك عدة توسعات في باقي الدول كما سوف نذكرها لاحقا لكن بداية الاحتجاجات كانت وراء مجموعة من المطالب والأسباب أهمها الوقف الفوري للإبادة في غزة كذلك قطع العلاقات الدبلوماسية لدولة كولومبيا مع الصهايين كذلك قطع العلاقات الاقتصادية قطع العلاقات وتنقلات الجامعية وفي الأخير حصول طلبة على حرية الرأي والتعبير وكذلك القيام بالمظاهرات في شكل سلمي هذا ما جعل أنه يشهد العالم كذلك انتقال ذلك الموجة وسجلناه في الولايات المتحدة الأمريكية وآخر إحصائيات تؤكد على أن أكثر من 150 جامعة ومهد في الولايات المتحدة الأمريكية تقاموا فيها معظم الطلبة بالاحتجاج وتسجيل المظاهرات وسجلت لأول مرة منذ 1968 دخول الأحصينة الخاصة بالشرطة إلى الحرم الجامعي وإذا انتقلنا إلى السياق التاريخي نجد أنه في أول بداية الأمر أنه أثرت هذه الاحتجاجات على الحرب الفيتنامية الخاصة بالحرب الأمريكية وكانت الحركة الطلبية القوة الضغطة بفضل الاحتجاجات ومن ثم أثرت على توقيف الحرب الولايات المتحدة الأمريكية على الفيتنام هذا ما جعل كذلك تشهد انتقلت الموجة إلى دول أوروبية وشهدنا بعض الجامعات كذلك نذكر على وجه الخصوص إيطاليا فرنسا كذلك بريطانيا قيام الطلبة بهذه الاحتجاجات وهي تعتبر عندما نتكلم عن احتجاجات الطلبة نتكلم عن الرأي العام نتكلم عن طبقة النخبة على صفة المجتمع وتأثيرهم على الجانب السياسي وكذلك العلاقات بين مختلف الدول يعني الكثير من المحللين يذهبون إلى سيناريو الفيتنامي إن صح التعبير فيما يتعلق بهذا الحراكة الطلابي وتأثيري أنذاك على ربما صحب القرار الأمريكي هل تعتقد بأنه يمكن أن يكون النموذج الفيتنامي أن يعيد نفسه فيما يتعلق بالأحداث الجارية والعدوان على غزة وما يحدث في الجامعات الأمريكية والأوروبية الآن سيد بدردين طبعا بداية أن نتكلم عن الحراك الجامعي في داخل الوطنة الأمريكية بدأ قبل الفيتنامي لكن حدث عن هذه الحادثة كانت مبارسة السود واحتجاجات يعني مرتين من أجل السود ثم جاءت مباشرة بعدها في ستنات القرن أو آخر ستنات القرن الماضي جاءت في الفيتنام وبالتالي كان هذا الحراك الطلاب نعم كان مؤثرا جدا وخاصة مع الانهيار الإقتصاد والمتحة الأمريكية ثم جاء نيكسون فيما بعد وحدث ما سمي بشك نيكسون أو أزمة نيكسون أو صدمة نيكسون كما يريد البعض أن نترجمها حرفيا فبتالي نعم نكون أمام هذا السيناريو لكن منذ ذلك الوقت نوعيدي يعني حتى نضع الأمور ونوضحها في نصال نعم الوطنة الأمريكية منذ ذلك كان حريصة على الصناع على إعادة إنتاج النخب في داخل الجامع لصالح النظام السياسي ولصالح طبعا المشروع الغربي والمشروع الأمريكي فمنذ ذلك الوقت لم تشهد هذه المظاهرات لكن اليوم المظاهرات عندما تخرج معناها كل طبعا نتكلم من سبعين إلى يوم تتكلم على خمسين سنة ذهبتها باء منثورة بالنسبة للوطنة الأمريكية واليوم إعادة إنتاج النخبة أنها خرجت من هذا التفريخ ولم تعد تأبه بهذا التفريخ الموجه دعنا نقول في هذا السياق وبتالي اليوم المظاهرات أعنف بكثير جدا عندما تتحدث عن كامبرج عن كبرى الجامعات ثم تتكلم جورج واشنطن جامعة كولومبيا ثم تعود اليوم إلى فرجينيا وبعض المؤسسات الفاعلة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية نعم اليوم تتحدث الفرق فعدي التوجهات أولا اليوم في خلخلة في داخل النظام الأمريكي يعني بالتحديد يعني في قضية الإنتاج اليوم في هذا التفريخ فبالتالي إذن عندما يسقط هذا النظام اليوم هم أيضا في إرباك كبير جدا النقطة الثانية هو قضية الديمقراطية لتسوقات الولايات المتحدة الأمريكية اليوم يتم قمع الطلبة فكما قال فكأنها اليوم تناقض نفسها وهذا بدأ يحدث للطلبة حتى رأينا يعني بعض صور الكراكتير أو بعض الرسمات التي ترفعت في الجامعات إحدى الطالبات المعتقلات مثلا ومضوع عليها تاج طيب حينما تقول كلمة إرباك بالنسبة ربما لصنع القرار الأمريكي يقول البعض أين هذا الإرباك في الأخير الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تدعم الكيان الصهيوني ولا تزال أيضا تدافع حتى قراراته طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لن تظهر السياسة بأنها ضعيفة وأنها استجابت إذ لو أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم استجابت لأخذت من حنيات أخرى وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ترى أنها تتزاعم هذا العالم والآن هي ترفض أصلا القطبية أصلا ترفضها الولايات المتحدة الأمريكية وتقول بأنني ما زلت أمزك زمام بالعالم فبالتالي الزعزع الأمريكية أو محاولة ظهار الضعف الأمريكي اليوم فبالتالي العمسام دائما يريد أن يظهر قويا لكن الارباك واضح جدا من خلال أن تقرأ الجرائد الأمريكية من خلال أن تقرأ المواقع الأمريكية من خلال أن ترى فقط منشورات الطلبة عن مواقع التواصل الاجتماعي تحدث هذا الارباك المعادر لأنه الآن موعد أدان صلاة العشاء بمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها نستمع لصوت الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لغتبیق تشهد أن Uganda معلوم عما أشهد أن محinga معلوم عشاء أشهد أن تخدم معلوم عقام أشهد أنني اشتركوا في القناة 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 أمريكية ولهذا نجد الواتنطح الأمريكية أنها سلمت واليوم تريد أن تفاوض الصين مثلا أحد المعطيات والإشارات الجديدة إذن كل المعطيات لو ربطناها ببعض يعني ما يحدث إقليمين وعلى أن تجد هذه الاحتجاجات اليوم مؤثرة والأهم من ذلك هي الوعي هذه الاحتجاجات بما يجري في داخل فلسطين وقتها غزة وبمعنى آخر أنه في أخر موضوع آخر مهم هو إسقاط السردية بالكاملة الإعلام اليوم الغربي مثلا أو حتى صناعة الأجيال في داخل الواتنطح الأمريكية حتى مستوى المؤسسات التعليمية والتربائية على كافة أشكالها اليوم لأنها تحدث التي كانت توجه بتجاه دعم هذا وإنتاج نخبة دائما موالي الصالية أن تكون داخل النخب السياسية اليوم أيضا الاحتلال نفسه نتنياهو قال عندما حدثت الاحتجاجات لم أنم الليلة كاملة إذا لماذا لم ينم دائما أنا أستفسر وأتساءل بطريقة أو بأخرى لماذا لم ينم نتنياهو إذ لم تكن هذه الاحتجاجات أهمية لماذا أنا سأقول لك لأن المركز لدراسات عرسيلة دائما للاحتلال يخشى أنه على بعض سنوات أن تكون من هذه الطلب نخب في داخل الكونجرس وداخل المؤسسات الأمنية وغير الأمنية والسياسية وكافة المؤسسات على مستوى الواتنطح الأمريكية ألا تكون رائية ودعمة لهذا الكيان وهذا هو التخوف الأكبر نقطة مهمة طيب دكتور عدلان يعني إذا كانت هذه الاحتجاجات تحرج الإدارة الأمريكية وتحرج هذا الكيان وتجعل نتنياهو لا ينام بسبب زخامها هل تعتقد بأنها أيضا تحرج وسائل الإعلام الغربية التي منذ بداية العدوان كانت تتبنى السردية الصهيونية الأمريكية نعم بالفعل هذه الاحتجاجات الآن تحرج وسائل الإعلام العربية وحتى الغربية نتكلم نحن عن الإعلام العربي المطبع مع الكيان الصهيوني والأمريكي عندما نتكلم عن هذه النقطة بالذات نحن نتكلم عن وجود الآن المئات من الطالب الجامعيين في كولومبيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية محتقلين نتكلم عن الإضراب للعشرات من الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الجامعات الكولومبية القصدة الحصول على الشعب الفلسطيني على التحرر الآن عندما نتكلم عن طابقة الطلابية نحن نتكلم عن طابقة النخبة في المجتمع كيف ذلك وأنها سوف تنعكس على المصار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية نحن نعلم جيدا أنه في سنة 2020 أنه جو بايدن لم يتحصل على الرئاسة مباشرة وإنما معظم الأصوات كانت من طبقة النخبة والطلاب إذن هم كانوا السند الرئيسي في الحمد نعم نعم ممتاز وهذا ما جعل جو بايدن يتحصل على الرئاسة مباشرة وهذا بفضل العدد الكبير لمتناهي من الأصوات من طرف الطبقة الطلابية نحن الآن نتكلم عن إنعكاس على السياسة الإعلامية وعلى السياسة السياسية في نوفمبر القادم بوجود يعني منافس لجو بايدن وهو دونالد ترامب في نوفمبر القادم في هذه الحالة إذا ما تحصل في 2020 على الانتخابات بفضل طبقة النخبة وطلب المتقفة وهي الطلاب في هذه الحالة سوف يفتقد لهذه الطبقة الكبيرة في المجتمع ومن ثم سوف يوجه رأي العام آخر بفضل وسائل الإعلام على أنه الآن جو بايدن لم يحقق الاستقرار الكالي لكن قبل أن تحدث عن إنعكاس ذلك على ربما الانتخابات الأمريكية القريبة دعنا نعود إلى موضوع وسائل الإعلام الغربي خصوصا وحتى الإعلام المطبع كما ذكرت دكتور والتي يبدو بأن هذه الاحتجاجات يبدو أنها تحرجها بشكل من الأشكاء تحرجها صحيح تحرجها وكيف ذلك أنا نجد أن وسائل الإعلام تقليدية سوف أن كانت صحف أو مجلات أو الوسائل الإعلام المسموعة أو المرأية وحتى الإكترونية في صيغة وصائل المتواصل الاجتماعي أصبحت تتناقل وتتدول الكثير من مقاطع الفيديو للاحتجاجات اليومية المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كولومبيا وفي أوروبا هذا الجامعة الكولومبية في الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن الجامعة الكولومبية الآن نتحدث عن وجود المئات من الطلبة كما سبقنا تكلمنا أنهم محتقلين مهمهم الوحيد أنهم يعبرون عن رأيهم العام أما وسائل الإعلام أنه غزة بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار كذلك بحاجة غزة الآن إلى استغاثة مباشرة وبدون وجود أي شروط من الجانب الصهيوني الآن نتحدث عن انتشار الوعي وكيف ذلك؟ أنه صحيح أن الجامعة الكولومبية تحتوي على المئات من طلبة خارج كولومبيا وخارج الولايات المتحدة الأمريكية إذن هناك ثقافات متعددة هناك لغات متعددة هناك سياسات متعددة هذا ما يجعل أن الجامعة الكولومبية أصبحت الآن مركز للتحرر وصبت وسائل الإعلام الغربية كذلك ما تقوم به هذه الطلبة من صحوة للمجتمعات الغربية إذن في هذه الحالة نحن نتحدث عن صحوة بكل معنى الكلمة في هذه الحالة دعنا الآن نتحدث عن السياق المتعلقة بالانتخابات الأمريكية القريبة دكتور رائد ناجها لتعتقد أن توقيت هذه الاحتجاجات أيضا أخلط بعض الحسابات السياسية أو أيضا الجمهورين سواء كان أحد الأطراف سيستفيد من هذه الاحتجاجات طبعا هو اليوم يعني أقول حالي بالنسبة لي دائما أقول يعني بايدن أو حتى ترامب يعني ينطبق علينا قول الشاعر قالوا كالمستجيري من الرمضاء بالناري يعني بالنسبة للقضية الفلسطينية هكذا هو الموضوع بكل صراحة لكن الجديد في هذا المصار الانتخابي ثلاث نطيات جديدة الموطأ الأول اليوم هو سقوط حكاية الديمقراطية الولايات المتحدة الأمريكية مثلا في جامعة ميشيغن عندما تقوم أحد المعتقلات يعني بوضع صورتها وهي تلبس تاج الحرية هي رمز النتاج أو تمثال الحرية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو في نيويورك بالتحديد مثلا اليوم تلبس طالبة يعني لوضع صورتها كأنها وهي تقاد أسيرة وتضرب فبالتالي هذا معناها وعي لدى الطلاب بأنه لا توجد ديمقراطية وبالتالي هذا التنبؤ النقطة يعني في نفس الصياق يعني متعلق بهذه النقطة عندما يرفع بعض الطلاب بأن اليوم غزة حررتنا هذه كلمة خطيرة عندما يقوله عندما تكتب هذه الشعارات باللغة الإنجليزية إذن معطى آخر وبالتالي هو مربك نعم حقيقة مربك لأن هذا الموضوع أخذ أبعات أخرى وبالتالي أصبح على المستوى وصائل تواصل الاجتماعي وعلى غيرها أصبحت هناك في داخل الوطنة الأمريكية فيه مؤيد وبالتالي انتشار وتأييد الجامعات الأخرى وبشكل متتالي ومتسارع دلالة على أن هذه الاستجابة كبيرة جدا كالناري في الهشيم المعطى الثاني اليوم هو قضية أنه قضية الوعاء الانتخابي دائما كان يستميل للديمقراطيين مثلا أو الجمهورين يعني دائما الشباب وبايدن كان يستميل الشباب لكن اليوم الشباب في داخل الوطنة الأمريكية منذ أحداث غزة ليس اليوم فقط كان كثير من الشباب تراجعوا عن بايدن تراجعوا عن أصلا عن دعم دعم بايدن ديمقراطيين مع ازدياد واتيرة الاحتجاجات في داخل الجامعة نعم خلطت أوراق بايدن بكثير جدا ولعل مؤخرا قال أنه نضمن في المفاوضات الأخيرة ويقول أنه نضمن حتى لو قالت لو قال الكيان لا لكننا نضمن أن تتوقف هذه الحرب هذه الدلالة على خلط أوراق بايدن لكن دعنا نقول أن بايدن نعم أخلطت أوراقه لكن بالمقابل أيضا اليوم ترامب أيضا أخلطت أوراقه لأن بايدن بترامب معروف ومعروف أنه في وقته كانت عوام التطبيع والهرولة إلى التطبيع وكانت في عوام نقل القدس أو السفارة الأمريكية إلى القدس وأراد شرعنة المستوطنات وأراد شرعنة بتويتر كان يقسم ويوزع هذه الدول الصرحاء الغربية مثلا بتويتر فقط قال هذه لصالح يعني مثلا أبسط مثال فبالتالي اليوم حتى المراهنات ترامب التي يران فيها جال بايدن هي تقريبا تتساوى مع بايدن مثلا دعم هذا الكيان تتساوى عند الطرفين وبالتالي اليوم هذا نفس بحد ذاته سيشكل مؤثرا بالنسبة أو على الأقل عرقلة بالنسبة لوعود ترامب يعني في الموازي يعني بايدن تكلمنا عليه فبالتالي لترامب حتى موضوع اليوم هل هذا يعني أنه ترامب والجمهوريين سيحاولين الاستثمار في هذه الاحتجاجات دعمها من أجل ربما تحصيل نقاط أكثر أو أكبر في الانتخابات المحدة لا لا إطلاقا هو الآن أنه كل الطرفين سيكون خاسرا لكن الاستثمار الجمهوري سيكون في حالة واحدة إذا ما تغير صيغة الخطاب باتجاه القضايا مثل القضية الفلسطينية أو الحرب في غزة بالتحديد ممكن أن يحدث فرقا فقط في هذا يمكن الاستثمار لكن أن يبقى الخطاب اللاعقلاني بالنسبة لترامب أو الخطاب الاستعلائي بالنسبة لترامب لا أكيد سيزيد بالعكس الطينوبلة كما يقال ولكن أنا باعتقاد اليوم الجمهوريين سيكون رأي أكيد لن يكون رأي ترامب لأن الجمهوريين ممكن الاستثمار في هذا الاتجاه بتخفيف وطأة باللجوء إلى القوة النائمة أو الخطاب النائم أو الخطاب السياسي نائم وهذا يعني عادة ما يحدث لدى الجمهوريين عادة في هذا الخطاب النائم ولكن في كل الأحوال في هذا الخطاب النائم يعني ربما أنه دائما يصب في صالح هذا الاحتلال ولا يصب في قضية الفلسطين لكنه ممكن يخفف على أقول وطأة الاحتجاجات في داخل الوطن المتحدة الأمريكية لكن لن يكون بهذه السؤولة بمعنى آخر لن يكون بهذا الخطاب الاستغبائي أو البسيط جدا لأنه اليوم الوعي لدى الطلبة أكبر بكثير جدا وهذا ربما يحتاج إلى تحليل الوعي أكبر بكثير جدا من أن تحركه يعني قوة نعمة وسياسية وبالتالي أنا باعتقاد يعني اليوم الأزمة تطال ترامب وتطال بايدن في آن واحد لأنه اليوم الموضوع لأنه تجاوز الموضوع الفلسطيني بكل صراحة تجاوز موضوع غزة واليوم بدأنا نتحدث عن الداخل الوطن المتحدة الأمريكية ربما يعني أتبع لك قول ذلك أنه بعض مثلا حكام الولايات في داخل الوطن المتحدة الأمريكية التي فيها الجامعات المحتجة مثلا والمنتفضة والمتظاهرة اليوم كانوا في البداية قالوا بالقمع لكن فيما بعد بعضهم تراجع لكن في ولايات أخرى أيدوا هذه المظاهرات يعني وبالتالي حتى الولايات في داخل الوطن المتحدة الأمريكية الولايات بحد ذاتها هناك انقصاب متباين في الرأي وهذا بحد ذاته وهذا التشضي هو بالعكس يعني هو مربط للسياسة الأمريكية طيب سؤال تخصصي دكتور عدلان يعني هل تعتقد بأن الاحتجاجات وزخمها في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في معظم الدول الأوروبية هو من زاد الوعي في وسائل التواصل الاجتماعي بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام أم أن وسائل التواصل الاجتماعي والمواد التي كانت ربما تبث عليها وفيه هي التي ساهمت في هذا الوعي الطلابي وفي زخم هذا الحراك الطلابي في العالم نعم عندما نتكلم عن الوعي الطلابي وعن احتجاجاتنا نتكلم عن شيء رئيسي أنه وسائل الإعلام لا عبت دورها سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو الإلكترونية كيف ذلك أنها أضحت للعالم أنها صورة الحقيقية لممالسة آلة الحرب السهيونية للحرب الإبادة والعدة المجازة اليومية التي كنا نشهدها وكذلك فضاعت ما ارتكب في حق أطفال الرضا لنحتسبهم عند الله الشهداء كذلك في النساء والشيوخ وغير ذلك إذن في هذه الحالة تم تنوير الرأي العالمي بصفة عامة وحركة الطلبية بصفة خاصة بالمدة الإعلامية سواء كانت نشارات إخبارية أو مقاطع فيديو أو صور إلى ذلك وتم إظهار الجانب الحق لشعب الفلسطيني أنه ينطفذ من أجل الحصول على الاستقلال التام وكذلك ينطفذ من أجل تحرير الفلسطينيين الذين يجدون أكثر من نحن نعلم أنه من حرب أكتوبر من السبع أكتوبر إلى يوم من هذا أكثر من ثمانية آلاف محتقل جديد إننا في هذا يعني من بداية العدوان أو ما بعد عملية طوفان الأخصى السبع من أكتوبر ما بعد عملية طوفان إلى يومنا هذا تم تسجيل أكثر من ثمانية آلاف محتقل فلسطيني جديد هذا ما يجعل أنه الحركة الطلبية تسعى لانتفاضة بشتى الصور التي لاحظناها في الجامعية وهي في أغلب الحياة أحيانا كانت هي عبارة عن انتفاضة سنمية من أجل حصول فلسطينيين على الحقهم وهو الحرية التامة كذلك تم تسجيل بعض المقاطع الفيديو التي رأها العالم على أنه تم تهديم المستشفيات والقطاع الطبي ولحظنا أنه معظم المستشفيات المجمعات الطبية أصبحت خارج في الخدمة وهذا ما يتنفى مع العراف وكذلك مع المراسيم الدولية التي تحوط على سيولة العمل المستشفيات والقطاع الصحي أثناء الحروب والأزمات السياسية هذا ما وجدناه يتنفى وما تم تدوله في معظم وسائل الإعلام الغربية التي كانت في السابق تدافع عن الكيان الصهيوني بكل شتى الأنواع الآن الحراك إن صح القول الحراك الطلابي في الجامعات لم يأتي من عبا من العبا عفوا وإنما كان وراءه عدة معطيات وتمهيدات بفضل وسائل الإعلام والعمل التي تم القيام بها يوم أمس وبالفقط تم منظمة اليوسكو تم تقديم وسام استحقاق لصحافين فلسطينيين وتم بثوا في مختلف وسائل الإعلام نظراً للمجهودات التي يقومون يومياً في ظل وجود الأزمة والخناق من قبل الحرب الصهيونية عليهم وتسجيل أكثر من 140 صحوف نحتسب عند الله هذا رقم مرهب وثم جعل العالم كله ينظر إلى أنه جانم بكل المعايير المتفق عليه دولياً دكتور رائد ناجي حينما نتحدث أيضاً عن تابعات هذه الاحتجاجات الطلابية في العالم التي تتعم أوروبا كما نعود ونذكر أيضاً بلات المتحدة الأمريكية وهناك مطالب حتى بمقاطعة العلاقات أو قطع العلاقات الأكاديمية الأمريكية أو الأوروبية مع نظيراتها الصهيونية هناك أيضاً مطالب أخرى سياسية وأخرى اقتصادية وهنا سأسألك ما هي تابعات الاقتصادية لهذه الاحتجاجات أو دعني أقول إذا ما تم الموافقة على بعض مطالبها ما هي تابعة الاقتصادية على الكيان وعلى حتى مؤسساته الجامعية وبداية نعم سؤال جيد بداية نتكلم على جامعة جورج واشنطن التي فعلاً إدارة الجامعة قامت ولبت ملاب مطالب الطلبة وقامت بسحب استثماراتها في شقين الشق الأول هو الجانب التعليمي والبحث مع هذا الكيان النقطة الثانية هي سحب كل الاستثمارات أو الشركات التي تستثمر في داخل هذه الجامعة وتدعم هذا الكيان وقد نجحت هذه الحركة اليوم في جورج واشنطن وبالتالي نجاح أي حركة واحدة على مستوى الآلم كفيلة بأن تنجح باقي الحركات وهذا ما يرعب اليوم أوروبا وبالتحديد فرنسا على وجه التحديد فبالتالي نعم اليوم التبعيات لديها ثلاث تبعيات عندما اتحدث التبعية الاقتصادية وأبدأ بها أولا عندما هو اليوم في تعطيل لما كثير من الجامعات قامت بتعطيل هذه المدارس وهو تعطيل الجامعات من أول معاهد العليا في هذا الحراك وبالتالي هذا التعطيل بحد ذاته هو شرخ أولا شرخ في الجانب الاقتصادي وطعن الاقتصادية النقطة الثانية خلط الأوراق الداخلية بمعنى آخر وتمتح الأمريكية من سياساتها حتى في أوروبا ألا تخلق بلبلة في داخل هذه الدول ولا في داخل أنفسها دائما تصدر هذه البلبلة إلى الخارج لكن هذه اليوم البلبلة أو الخلخلة نسمي الحراك وهذا التظاهر في داخل هذه الدول وبالتالي هذه الدول سيعزي أولا أن النقص الانتاجية في داخل هذه الدول طبعا لماذا للانشغال الجميع في داخل هذه الدول طبعا بما يحدث من هذا حراك وحراك الطلاب ومتابعة أخبار رضي الطلبة اثنين مقاطعات يعني بعض الأباء يعني اليوم وبعض الناس يعني على الأقل الذين بدأوا يرون الحقيقة جالية بدأوا اليوم بدأوا أيضا يقاطعون في كثير من المنتجات لبعض الشركات الدائمة لهذا الكيان وحتى شراء بعض المنتجات ربما رأينا بعض المحل التجارية أن بعض التجار في داخل هذه الدول الغربية بات يكتب بأن هذا المحل يعني لا لا يستقبل أو لا يبيع منتجات المستوطنات يعني تخيل يعني إذن وصلنا إلى هذه إذن هذه حالة فارقة ربما من المحام طبعا النقطة الثانية وهمهم جدا اليوم حرقة BDS أو المقاطعة لمنتجات المستوطنات اليوم بدأت أقوى بكثير جدا وبدأت كثير من التتلحق لذيها وبالتالي اليوم مقاطعة طبعا أضف إلى ذلك أن الجانب الأمني بمعنى آخر اليوم عندما الأمن يقوم بإسكاة هذه المظاهرات أو على الأقل لأنه تجييز أو على الأقل تأجيج أو تجييش مجموعة من القوات الأمنية من أجل متابعة هذه الحركات فهو التاني هو استنزاف مالي واستنزاف أيضا حتى أمني في داخل هذه الدول فبالتالي خلق مثل هذه الحسابات اليوم يعطي الحط يعني مصار الحركة اليومية بشكل عام هذه الحركات وهذا هو التخوف اليوم الأكبر في داخل هذه الدول أن يصبح إلى أسيان مدني فإذا ما وصلنا إلى الأسيان المدني سيكون شيئا التام بالنسبة لإقصاد لهذه الدول بالتحديد وأيضا سيؤثر ويدغط على أهم الأمور لدى الوطنة الأمريكية وقضية تجهي مثلا تصدير الأسلحة وطبعا ربع مع التجارة تقريبا من أكبر التجارات الوطنة الأمريكية لو نرجعنا إلى ميزان المدفوعات الأمريكية لو وجدنا أن تجارة الأسلحة من العدد الكبير جدا أو بالأحرى لذلك نسبة أكبر الكبيرة جدا نعم يعني في داخل هذه المنتجات وبالنسبة للدول الغربية بنفس الكلام فبالتالي التأثير مثل هذه الحركات الحتجاجية اليوم ومقاطعة هذه العالم لوجود مثلا دعنا نقول ازدواجية الحرية بالنسبة لهم وبالنسبة العالم الآخر هذا قد يأخذ من بعض الدول تأخذ استفافات أخرى وبالتالي قد يصل إلى الجانب الاقتصادي بمعنى آخر من السياسي إلى الاقتصاد وبالتالي دائما أقول بأن الاقتصاد والسياسة هم صنوان ويصنن معا حتى الذين كتبوا في السياسة قالوا الاقتصاد السياسي فبالتالي حتى منذ النظرات الكلاسيكية ونظرات تجاركة المرتكولية يعني كما يقال بين قوسين القديمة جدا هي دائما تربط الاقتصاد بالسياسة فبالتالي لا يمكن أن نفصل عن هذا وبالتالي قد نعم إذا ما تأثرت سياسة مقاطعات حتى مثلا في داخل الأوروبا عندما يقوم اليوم النخب برفع قضايا ضد مثلا ضد شركات التي تصدر الأسلحة وازدياد الدعم الطلاب والحراك الطلاب في داخل هذه الجامعات أعطى قوة لهؤلاء المحامين وجيوش المحامين وضم الشرفاء الذين قاموا برفع قضايا ضد الشركات وبعض رؤساء الحكومة وبعض الذين مثلا في داخل حكومة في بريطانيا على سبيل المثال 140 محامي فرنسا هو اليوم التخوف الكبير جدا أن تلتحم الجيوش الخارجية بما في داخل الجامع بمعنى آخر أن تتكسر الأسوار ما بين الداخل ما بين الخارج وبالتالي هذا هو الذي الآن يهدد أوروبا وبالتالي فرنسا الآن رب التحديد يعني رأيت بعض الأخبار ويرعب هذا الكلام أن تخرج الأمور إلى السيطرة وبالتالي إذا ما خرجت خارج الجامع هذا الحراك والتحم الحراك بغض النظر لا أقصد الخروج المشي مسيرة أو تلاقي الأفكار سيكون قوة ضاغطة في داخل النظام السياسي في داخل تلك الدول وحتى على الجانب الاقتصادي وحتى على الجانب الأمني فبالتالي هذا ما أحرج هذه الدول خاصة مع القمع لهذه المظاهرات حتى أنه دليل على قول مثلا الكيان مثلا أصدر قرارا مثلا بأن لا يتم التعاطي مع هذا الحراك يعني من أي أخبار إلا من أخبار إذاعة الجيش يعني تخيل طبعا هذا الكلام كنا نراه على غزة نعم وتقول نعم لكن أن يتحدث عن حراك هو شكل مع أشكال التعتيب نعم أن يتحدث عن حراك في داخل أمريكا في داخل الجماعة الأمريكية بأن لا تأخذ إلا من إذاعة الجيش للاحتلال بحد ذاته هنا مفهوم المقصود وحتى نفس الكلام اليوم بالنسبة للأمريكية أرادت أن تسير هذا الحراك باتجاهات معينة وبالتالي أنه حتى يعني الكلمة التي كرارها نتنياهو أراد أن يكررها بعض مستشعرين بايدن عندما قال لك أن هؤلاء الطلاب ضد السامية يعني دائما هذه الكلمة حتى هذه الكلمة التي أصبحت ممضوغة كالعلكة البائتة والميتة والمتهتة الصلاحية حتى لم تعد تنطلع على العالم ولا على هذا الحراك الطلابي وهذا هو الوعي الذي يمكن يخلق لما بعده يعني دائما دائما ما تحدث عن الحراك وعن مسيرات من هذا النوع لا أتكلم عن الأثر المباشر ربما الكثير من الناس استعجل أثر المباشر يعتقد أن اليوم غدا سيصبح قرارا طبعا هذا لن يكون يعني بكل صراحة لأن هذه الدول قوية ولديها موازنة كثيرة جدا سأعود إلى نقطة ربما تأثير تأثير هذه الاحتجاجات وضغطها على القرار الأمريكي أو القرار الغرب بشكل عام لكن فيما يتعلق أيضا بالاحتجاجات هناك جانب آخر ربما لا يتم تركيز عليه في مختلف ربما المعالجات العلامية التي تتعلق بمشاركة الأساتذة وكذلك مضاراء المؤسسات الأكاديمية في هذه الاحتجاجات إلى أي مدى يمكن أن يقدم ذلك دعما لهذه الاحتجاجات وزخامها وأيضا انتقالها عندما نتكلم عن الأساتذة الجامعيين في جامعة كولومبي وفليت المتحدة الأمريكية نحن نتكلم عن النواة الحقيقية لقادة الرأي نحن نعلم أن قادة الرأي تكون من جمعة من الأفراد هم أطباء هم أساتذة هم طلبة جامعيين هم محامين هم أداباء هم صحفين إذا غير ذلك وجامعات في مختلف تخصصات ممتاز إذن النواة الحقيقية والرئيسية لقادة الرأي هم أساتذة الجامعين إذن تأثير أساتذة الجامعيين كما نحظناهم في الجامعات الكولومبية كان لهم تأثير مباشر على الطالبة حيث هم يعتبرون أنهم هم الدعم الأساسي للطالبة عندما يرون أنهم أساتذة وكذلك بعض المدارع مؤسسات الجامعية قاموا بالإحتجاج كذلك تتكلمنا على رقم أنه أكثر من 120 يعني منظمة خاصة بين الأساتذة الجامعين وطالبة الجامعيين كانت النواة الحقيقية في كولومبيا وتم يعني تسخير ذلك الهم الكبير للطالبة من أجل التعبير عن مسانداتهم للقضية الفلسطينية في نفس الوقت عندما نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية نحن تكلمنا عن وجود أكثر من 80 مؤسسة معظمها أنهم كانوا بعض مدارع المؤسسات والمعاهد هم كانوا النواة الأساسية للاحتجاجات بعد 17 أفريل الماضي ووجدنا أنه تم احتقال صورت لنا بعض وسائل العلامات وبثت لنا مقاطع لاحتقال العديد من أساتذة الجامعين وحتى مدارع بعض المؤسسات الجامعية هذا يدل على شيء أنه صحيح أنه هذا عبارة عن حراك قلاب وحراك جامعي وحراك من أساتذة الجامعيين مفاده أنهم يريدون أن يظهرون العالم أنه بعض سياسات هذه الدول لا تستغبي جميع فئة المجتمع مدام أنه طبقة النخبة تقف دائما في وجه الظلم وفي وجه الآلة الاستبداد لحظنا ذلك عندما رجعنا إلى السياق التاريخي في الحرب فيتنام وكذلك في 1968 وما حدث في سنة انتفضت طبقة النخبة ضد سياسة التمييز العنصري وحققت انتفاض وحققت انتصار ومن ثم أصبح ملغات العامر المتعلق بالتمييز العنصري في الحكم والسود بفضل وجود الطلبة الذين أطرهم الأستدة والعالم لاحظ ذلك إذن هذا النموذجين إذا تم احتباره النموذج الخاص بحبل فيتنام ونموذج الخاص بالحرب العنصرية التي تم القضاء عليها في 1980 هم كانوا دعما لما حدث بدءا من 17 أفريل في الجامعات الكولومبرية إذن هنا عندما نتكلم عن طلبة الجامعيين لا يجب أن نخفي الأستدة الجامعين وكذلك الكفاءات المتكونة من المدارأ ونوابهم الذين كانوا وما زالوا إلى حد الآن وما تبثه وسير إعلام الغربية أنهم يتم احتقال يومين العديد من الأستدة والمدارأ كونهم أنهم يدافعون عن الحق وكونهم أنهم كذلك يقفون مع طلابهم الجامعين وتم تسجيل العديد من حالات يعني الاحتراض عن الطعام مقابل أنهم يقفون ويعبرون وسير الإعلام أنهم الآن هم في وقف احتجاج واحتصامات سلمية مفادها أنهم يعبرون لعالم أنه وسير الإعلام أن ما يحدث في حركة التحرر في الجامعات سوف ينعكس على ما يحدث في الدولة الفلسطينية وبالتحديد في غزة ومن ثم تحرير هذه الفئات من العبودية ومن الفكر ومن ثم كذلك إجساء مبادئ الحرية التعبير التي تتروج لها الدول الغربية على أنه للحق لأي فرض أن يعبر عن أفكاره بطريقة سلمية ومن ثم ما حدث في الجامعة إذن هو إنعكاس وتعبير سلمي تم بثه في مختلف وسائل الإعلام خاصة الغربية التي كما سبقنا وتكلمنا أنها في القديم كانت تروج لأنها دائما في موقف مدعن لكينا الإسرائيل الآن أصبح عكس ذلك وانعكس سلبا بفضل ما تم القيام به بهذه الاحتجاجات السلمية هل ننتظر الآن تعامل أكثر إيجابية مع هذه الاحتجاجات سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يمكن أن يكون هناك ما يخدم القضية سواء في هذه الدول أو حتى فيما يتعلق بتعامل منتظم دول يتحدث هنا عن مجلس الأمن ومنتحدث هنا عن المنظمات الحقوقية الدولية طبعا بالنسبة لدول أوروبا ممكن أن يكون تراجعات ووجدنا هذا التراجع بادن في كثير من المسائل لما ترحت على مجلس الأمن أو على الجمعية العامة أو غيرها من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا فرنسا الدائمة في مجلس الأمن لكن بالنسبة للواتمتحد الأمريكية لا أعتقد ذلك أعتقد للواتمتحد الأمريكية أنها بنت هذا النظام وصرفت عليه المليارات من الدولار لعادة إنتاج النخب ثقافية سياسية تقدم المشروع الأمريكي والرأس مالية والإمبريالية وبالتالي حرصت على وجود تجانس ثقافي لكن أيضا هذا التجانس الثقافي في داخل هذا الحرا ينشق إنشقاء كبير جدا وتعالى هذا ربما الشيء المربك أو على الأقل بالنسبة للواتمتحد الأمريكية أن هذا اليوم التجانس الثقافي أصبح تجانس ثقافي نعم لكن ليس لصالح واتمتحد الأمريكي إنما لصالح القضية الفلسطينية في قطاع غزة وهذا ربما ما حدث يعني اليوم تساوى الزنجي والأصول الأخرى يعني الغير أمريكية الأصل أو غير غربية أو الرجل الأبيض أو المرأة البيضاء كما كان مسترحا استعماريا في النظرية الجرمانية أن ذاك فهو التي صدر طبعا عن طريق كثير من فقهاء وخبراء أو اليهود الذي صدر عن سبينسر وغيره الذي تائما ما كان يطرح النظرية الاستعلائية والتي جاءت طبعا للأصول الجرمانية على كل حال موضوع آخر لكن الرجل الأبيض هذا داخل في المنطقة الأمريكية لكن اليوم تسقط هذه الأمور وتتسوي وتجانس ثقافي بالنسبة القضية الفلسطينية وبالتالي هذا اليوم هذا بحد ذاته سيشدت خلخلة في داخل قضية فعلا في القادم خاصة إذا عدنا إلى النظرية العقدية بين قسين إذا سمناها النظرية أنه عادة هذه النخب اليوم التي تدرس في الجامعة وطلبة الجامعة على الأكثر عندك عشر سنوات يعني هذه المفاد النظرة إنجازة تعمل نسميها نظرية مفترض بعد عشر سنوات أن تكون في مناصب إدارية أو على الأقل برلمانية أو سياسية أو غير ذلك بمعنى آخر تكون في داخل النظام في داخل الواتنطح الأمريكية واليوم هو التخوف من هذا الحراك الطلاب اليوم أنه بعد عشر سنوات عندما تكون هذه النخب في داخل المؤسسات الأمريكية تكون طبعا ضد ما يحدث للواتنطح الأمريكية وبالتالي هناك إسقاط للوبي أصيون في داخل الواتنطح الأمريكية وربما هذا بدأت المنادات به من طرف الطلبة فهذا طبعا شيء مربك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية النقطة الثانية طبعا دائما هذه الدول الإمبريالية بين قسينة والاستعمارية يعني سابقا والتي ما زالت على كل حال في كثير من الدول تعبث في اقتصادياتها وفي سرقة مواردها دائما لا تحكم العقل كثيرا في مثل هذه المواضيع دائما ما تقوم بردد فعل عنيفة وبالتالي ربما تزداد يعني في اليوم القادمة قمع هذه المظاهرات ربما 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 أستطني قليلا بريطانيا لأن بريطانيا يعني من كثير من الدول التي تستخدم السياسة الناعمة وربما رأينا السياسة البريطانية في مصر يعني لما احتلت مصر كيف قهمت يعني بقلب الأزهر يعني على كل حال موضوع آخر أيضا لكن باعتقادي بريطانيا ربما هي الأكثر اليوم أقرب إنها ممكن أن تتجاوب بحيث تبقى بريطانيا دائما توازن يعني دائما على التوازن هذا ما بين مصالحها وما بين مصالح هذا الاحتلال وأيضا صورتها أمام المجتمع الدولي ربما ربما يعني لا أقول يعني دائما لكن بشكل عام يعني باعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية بل عكس تماما في البدايات ومزال الإعلام الأمريكي عندما يتحدث عن هذه المظاهرات في داخل الجامعة يريد تغويلها من كلمة غول يعني بمعنى آخر قلبها بأنها وحش وأنها غول بأنها انتفاضة على الاستقرار وعلى الأمن بالتالي عندما تسمع مثل هذه المصطلحات الأمريكية في محاولات التغويل هذه دلالة النواة المتحدة الأمريكية ماضية في قمع مثل هذه المظاهرات لكن شدة القمع هذه المظاهرات هذا طبعا لما نقيصه على مؤشرات أخرى نقيص بأنه تخوف وفعلا نواة المتحدة الأمريكية وأن الموضوع ذات قيمة بحيث لو كانت الأمور غير ذات قيمة لما كان هذا التعاطي الإعلامي وهذا القمع الأمني في داخل الجامعة يعني تتحد بأن هذه الاحتجاجات ستؤتي مطالبها حتى لو ربما طالت مدة هذه هي الاحتجاجات هي لابد أنها ستؤتي أكلها وثمرها بالتأكيد لكن قد لا يكون الأثر مباشر لكن لها مبعديات يعني دائما نقول البعدية وما بعد البعديات أنا ما بعد البعديات اليوم صدقا الموضوع كبير جدا يعني دائما أنا أعود إلى نظرية هذا النظرية الفرنسية هذا الهيبيتوس يعني لما يتكلم على إنتاج على إعادة الإنتاج ويتكلم على الجانب الثقافي بحد ذات اليوم هذا المفهوم يعني إعادة إنتاج الأبناء يعني أبناء النخبة أو المثقفة أو سياسية أو أبناء النظام من أجل الوصول إلى معين أن يسقط فجأة طبعا شيء كبير جدا وبالتالي أنه اليوم أنا باعتقاد مثلا مركز جامعة هرسيليا مثلا مركز في القسل هذا الكيان يتحدث عن هذا الموضوع بشكل كبير جدا ويرى أن إعكاسات الموضوع على الجانب الأمريكي هو كبير جدا وخاصة مهم جدا على المنظمات الآيباك مثلا في داخل وطنة الأمريكية وعلى المنظمات الصيونية بمعنى آخر أن هناك في مقاطعة من طرف حتى الطلب اليوم وبدأت تظهر مثل هذه المنظمات إذن الوعي الطلابي اليوم نعم قد يؤجج وقد كفيل بتغيير كثير من الداخل الأمريكي لكن عن استمسسسة الخارجية الأمريكية لا أعتقد تغيير الله في قديم المصالحة هل تعتقد بأن هذه الاحتجاجات الآن جعلت الولايات المتحدة الأمريكية أمام معضلة نخبوية تتعلق بهاته أو بهؤلاء الطلب الذين أصبحوا لن أقول سيد عمون القضية الفلسطينية مستقبلا لكنهم الآن متعاطفون على الأقل ويعون ما يحدث في فلسطين مهوض بحث ذاته هو الوعي هو ما عملت عليه الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة الغربية إنتاجي لا يعي بمعنى آخر يتلقى الإعلام ويبرمج على طريقة الإعلام الغربي فبالتالي لا يدرك ما حوله وبالتالي هذا ربما لاحظنا من الأرض الواقع يعني كثير من الغربيين إذا سألتوا عن أي دولة الموزنبيق لا يعرفها مثلا أو أي دولة يعني وبالتالي هو لا يعي إلا ما يعي خلال نظام وبالتالي أصبح مبرمجا على نظام معين وبالتالي اليوم أن يتكسر هذا النظام فجأة ويصبح أن يعي ما حوله ويعد دور الأمريكي في قضية غزة نعم سيعود له إفرازاته الكثيرة جدا وخاصة أنا أقول لك وأركز وهذا التخوف الأمريكي أيضا دائما أطرح وقضية المعاهد العليا والجامعات ذات الإنتاج التكنولوجي مثلا أو التكنولوجية والتي فيها كثير من خرجين مثلا التكنولوجيا ومتعلقة بالذكاء الإصطناعي وقضية حتى يعني الفيزياء وغير ذلك طبعا عندما يجد تمرد هؤلاء الطلاب من هذه المعاهد العليا التي تعتبر أيضا تعتبر أحد روافد الاقتصاد الأمريكي يعني التكنولوجيا بحد ذاتها الرقمية اليوم وتكنولوجيا اليوم هذا من أحد طبعا روافد الاقتصاد الأمريكي عندما يتمرد أصحاب هؤلاء الجامعات في هذه التكنولوجية وعدما يتمرد أيضا معاهد العليا التكنولوجيا في داخل الانتحدة الأمريكية فطبعا الانتحدة الملكية ستكون أمام معضلة وبالتالي معظم هؤلاء ربما لن ينضموا لأي شركة ممكن أن تعمل وتدعم هذا الكيان ربما حتى لن يذهبوا إلى الكيان في بعض الشركات التكنولوجية فبالتالي يظل بحد ذاته يربك الحسابات ويخرج حسابات كثيرة طيب بقية دقيقة واحدة الدكتور عدلان كيف ترى مستقبل هذه الاحتجاجات وتأثيرها على مصارى القضية الفلسطينية مستقبل الاحتجاجات على القضية الفلسطينية يمكن أن نخلصها في ميال أولا تم تنوير ضئي العام الطلابي والأساتد الجامعيين أنه ما يحدث هو عبارة عن انتفاضة للوعي ونشر الثقافة الحريات لأطلباء الجامعيين كذلك هو عبارة عن الحرية التعبير بطريقة سلمية وشعارات سلمية داخل الحرم الجامعي كذلك هو تعاطف بشكل أو آخر مع القضية الفلسطينية خاصة عندما تكلمنا أنه في السابق كان ينظل لها أنه الفلسطينيين هم الذين استهلونوا على الأراضي الصهيينة ولكن عكس ذلك كيف ذلك كيف على أراضي الفلسطينيين نعم بطبيعة الحال نعطيك مثالك بسيط باختصار باختصار أنه لما كانت تروج للك وكالة الأنباء أنه طفل الفلسطيني الصغير الذي يقوم بقطف الحجارة على الجيش الصهيوني وعلى الجندي الصهيوني كان يبرر على أنهم عبارة عن وحوش لا يمكن أن يتعيش معهم الصهيينة وبالتالي تم كسر تلك المقولة عندما كنا نتكلم عن وجود العشرات من الأطفال الصغار ضد الجندي العالم كان ينظر أنهم هم الذين يحتدون على الصهيينة هم الذين يحتدون على أرضهم لكن الآن الدعاية صهيوني انقلبت على هذا الاحتلال بفضل وسيل إعلام بفضل مواقع التواصل الاجتماعي الذي أحدث التورة على بداية من أكتوبر إلى يومنا هذا روجت للعالم الحقيقة التي يعيشها الصهيينة في الأرض الخاصة بالفلسطينيين وهم يقومون به من عشرات يومين نسجل عشرات وبل مئات من المجازر حتى ضد الأطفال الرضع الذين يمنس لكونا وكذلك من هذا السجنة في المستشفيات التي تم تدمورها بشكل نهائي إذا غني ذلك وصلت الفكرة دكتور عدد بفضل هذه الإعلام مختلفة انقلب السحر على السحر كما يقول ويتضح سيد الفاضل أنا ربما أعود وأستعير من نظرية جناح الفراشة الأثر البسيط قد يؤثر إلى أثار كبيرة جدا وفي نظرية الوقع من خلال نظرية الفراشة أن الوقع الأول عندما يحدث عن هذا الحراك وقام هذا الحراك عندما حدث قد يأخذ أجيال طويلة حتى تغييب هذه الحقيقة وربما هذا حدث في قضية الفيتنام فبالتالي اليوم الأثر الذي وقع لا يمكن أن يتجاوز الوطنة الأمريكية ولا الدول الغربية بيوم وليلة دكتور رائد ناجي المحلي السياسي شكرا جزيلا لك على الحضور وتقديم كل هذه الشرحات الدكتور عدلان زروق وستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر الثلاثة شكرا جزيلا لك أنت أيضا بدا مشاهديننا نأتي إلى ختام هذه تغطية خاصة بأمل لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة